التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له بأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس إلى باريس حاليا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تناولت المناقشات العلاقات البرلمانية واختصاصات مجلس الشيوخ المصري حيث استعرض المستشار عبدالرازق مع أعضاء الجمعية الطفرة الهائلة التي حدثت في مصر في المجالات المختلفة خاصة الاقتصادية والعمرانية والتكنولوجية والصناعية والبنية التحتية فضلا عن حقوق الإنسان وشرح محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة